السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من طبخ وحلويات أم رايان تتحضيرات لعيد الفترة إن شاء الله ردي نقترح لكم اليوم تشكيلة من حلويات 5 أشكال بعجين أساس واحد بخمسة ديال نكهات مختلفة يعني مداقات مختلفة أشكال كذلك مختلفة كتجي رائعة جدا سهلة سريعة التحضير وحتى القوام ديالها كل حلوة كتجي بقوام مختلفة على الأخرى منها اللي كتجي مرملة منها اللي كتجي ملقة ومنها اللي كتجي أرطبا وكتدوب في الفم أشكال رائعة بلا مراشم وبلا قطاعات كنت منها الحلوة ولا تشكيلة الحلوية ديال اليوم تكون نالت إعجاب ديالكم وتجربوها إن شاء الله منها كذلك حضرت ريش بوند حضرت حلوة الهلال وحلوة الكوكا والمربى وأشكال أخرى كنت من تتابعوا معي الفيديو الأخير باش تشوفوا طريقة تحضير هذه الحلويات إن شاء الله تعتمدوها في عيد الفتر كتجي سريعة وساهلة وبأقل مجهود ورائع جداً في شكلها وفي مداقها كذلك أكثر من رائعة مداقات مختلفة ومن عجين واحد أسهل طريقة مشوا على بركة الله مكونات العجين عندي ربعة ولماتين وخمسين جرام من مارغارين رشة ديال الملح ربعة ديال البيضات بحرارة الغرفة جو ساشية ديال الفاني كل واحد فيه سبعة جرام كذلك نحتاج جوج كؤوس من السكر سنيدة ولا السكر حبيبات كذلك جوج كؤوس من الزيت عندي كذلك جوج خمارات ولا جوج أكياس من خميرات الحلويات كل واحد فيه تمنيا جرام وطبعا عندي الدقيق هالحسب الخلاط إن شاء الله ستلقى مكونات بالجرام والمليلتر صندوق الوصف بدأ طريقة التحضير على بركة الله ودعت الرشة ديال الملح ضفت عليها زبدة المارغارين جوج ديال كؤوس من السكر حبيبات ممكن لكم تعودوا الزبدة المارغارين بزبدة حيوانية ولا زبدة من نوعية جيدة إلا استعملتها نقصوا من كمية الزيت فقط تتعملوا كأس واحد من الزيت لأنها تحتوي على دهون أكثر من المارغارين سنخلط الزبدة مع السكر حتى ينسجموا شوية بعد أن نضيف عليهم الزيت كي يساعد أن الزبدة والسكر كي ينسجموا ويدوبوا مع بدياتهم بشكل جيد ونبقى نخلطهم حتى نحصل على كريمة اللي منساجمة ومن الأفضل دائما في الحلويات المكونات كلها تكون درجة حرارة الغرفة بحيز الزبدة والبيض باش كتساعدنا كتتخلط لنا بسهولة هادي نضيف هنا البيض بعد ما حصلت على كريمة هادي نضيف ثلاثة ديال البيضات وصفار بيضة واحدة ونحتفظ بالبيض للتزيين هادي نخلط البيض مع الزبدة والمكونات الأخرى حتى يدخلي البيض جيدا هادي نحصل على كريمة اللي منساجمة من بعد هادي نضيف الدقيق تدريجيا هادي نضيف جوج اكياس ولا كيسين من خميرة الحلويات كل واحد فيه 8 جرام يعني 16 جرام وغادي نبدأ نخلط في العجين ديالي وانا كنضيف الدقيق تدريجيا هنضيفوش مرة واحدة باش هكا ما تقصح لنا العجين في مرة واحدة كنضيفو شوية شوية وكنخلطو بعد ما تجمعت لي العجين كنخليوها رطبة الحلواء دائما كتبغي ان العجين تكون رطبة باش كتجينا مرملة وكتجينا كذلي كتدب في الفم بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نقسموه على خمسة ديال الأجزاء لاناني غادي نكهو بخمسة ديال النكهات بالنسبة للعجين والجزء الأول من العجين غادي نضيف له كأس مخلط ما بين اللوس والكوكاو واللفوز السوداني محمرين وطحنتهم من بعد في الطحانة حتى حصلت عليهم بشكل على شكل بودرة بعد غادي خلطو مع العجين ديالي جيدا حتى كنحصل عليه في حالة الشكل عندي هنا يا النصف الثاني ديال العجين غادي نضيف لي فواكيه معسلة ولا لي في حويكم فيه بعد ما طحنتهم جيدا باش غادي عطوني وحت عليك العجين وهادي الحلوة هدي كتجي رائعة وكتجي معللكة غادي نخلطهم كذلك مع العجين وحتى واحد منكها كتجي فيها رائعة وهنا لأنهم كيكونوا معللكين فالعجين حتاجت لي شوية ديال الدقيق فأضفت الدقيق غير تقريبا غير واحد الملعقتين كبار كنحصل عليها بهذا الشكل هذا كيكونوا في هذك الألوان هنا عندي العجين الثالث غادي نضيف ليه النكهات الثالثة اللي هي قشور ديال البرتقال اللي حكيتهم في الحكاكة رقيقة وغادي نضيفهم بهذا الشكل هذا منعجنوش فقط غير كنجمع العجين وكندخله مزيان هذو كل النكهات ديالنا وكنجمع العجين بهذا الطريقة بالنسبة لنكهة ديال الشوكولا فهنا غادي نضيفت كيس من الكاكاو ما يعادل 7 جرام للعجين وخلطوه جيدا حتى دخلت لي هذك الكاكاو بهذا الطريقة هذي غير كان حلو كان نصب هذك الكاكاو في الوسط وكنبدو كان نجمع العجين بهذا الطريقة هذي حتى كي تلوني العجين هكا وهدو هما خمسة ديال نكهات اللي حصلت عليهم النكهة الخامسة خليتها طبيعية بالنكهة ديال الفانيلا نبدو هنا بالشكل الأول اللي هو شكل هلال خطيت العجين اللي نكهته بالكاوكا واللوز محمرين ومطحونين وغادي نشكله على شكل هلال بهذا الطريقة كيف كتشوفو سهل جدا كنشكله غير باليدين كيف كتشوفو معي ومبعد غادي نسخنوا الفران غادي ندخلوا الفران اللي سخون على درجة حرارة متوسطة من الأسفل فقط بعد ما طابلية الهلال وطابت الحلوى ديالي كيف كتشوفو غادي نزينها بالشوكولاتة السوداء فقط كنغط صغير النصف ديال الهلال في شوكولاتة السوداء وغادي نحطوه في نفس الطاوى فش طيبته فوق ورق الطاهي كيساعد ورق الطاهي كيساعد ان الشوكولات ولا ان الحلوى ديالنا ما تلصق لنا في الطاوى غادي نكحزها واحد شوية باش كتحيد هذك الزائد ديال الشوكول قبل ما تنشف عليها ناخد السكر ناعم ولا السكر غلاسي وغادي نغبره على هذك النصف الثاني من الهلال كتزيين فقط وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحلوى ديالي كاملة من بعد ما كملت الحلوى ديالي احنا خديت القليل من الشوكولاتة البيضاء المدعبة وغادي نعمل خطوط سواء بالجيب الحلواني او بسورنج ولا بابران او كذلك بكوغنين مهم كنزينو بهذه الطريقة هذي كيجي رائع بالنسبة للشكل الثاني ديال الحلوى خديت العجين اللي منكها ديال الشوكولات ولا الكاكاو عندي هنا بياد البيضاء اللي احتفظنا بها في الأول ضفت عليها واحد الكيس ديال الفانيلا مش كتحيد هذي كالزافارة ديال البيض وعندي كذلك هنا اللوز كونكاسي وللوز مهرمش ممكن لكم تعودوه غير بكوكو مقشر ومهرمش كذلك خديت هنا العجين شكلتا على شكل كوريات متوسطة الحجم ماشي صغيرة وماشي كبيرة وكندوز فقط كنغطس الوجه ديالها في بياد البيض ومن بعد كنديرها في اللوز كونكاسي بها الطريقة كيف كتشوفو معايا ومن بعد غادي نوضع واحد الحفرة في الوسط بعد شكل هذا نعود معاكم واحد اخرى فقط كنا ندوزوها في اللوز في الوجه ديالها جيدا بعد كنوضع واحد الحفرة في الوسط نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل الشكل الثاني كامل بعد ما دخلتم الفران كذلك اللي شعل غير من اللي تحت على درجة حرة متوسطة كيف كتشوفو معايا هيا الحلوة دياللي ثابت هنا غادي نزينها بالشوكولاتة البيضاء كذلك المذابة عادي نعمر هادو كل حفر بالشوكولاتة البيضاء وكي بقى لكم الختيار يمكن لكم تعمرهم بالكاراميل او بالحليب محلة مركز كاراميل بالنسبة للشكل الموالي اللي فيه العجين اللي فيه للفواكه المعسلة غادي نشكلو على شكل حرابل حرابل طويلة نحاول نضغط باش نخرج على ذاك الهواء اللي في العجين من بعد كنبسطو وكنقطو على شكل معينات كنحتاج كذلك بياض البيض اللي خدمنا به في الأول بياض بيضة واحدة ومن بعد كندوز للوجه ديال الحلوة في اللوز ايفيلي نكمل العجين ديالي كامل وكذلك كندخلو على الفرن متوسط ودرجة حرارة متوسطة من الأسفل حتى تتحمل لنا الحلوة تزيين شوكولاتة بيضاء وضعت خطوط رقيقة فوق الحلوة وضعت شوكولاتة سوداء القليل فقط مدابة وضعت خطوط كذلك فوق الحلوة وضعت خطوط البيضاء والسوداء بالنسبة للشكل الموالي العجين وقوم بمشاكلة بلنكهة الفانيلا الطبيعية ونشكل كرات من العجين ونختص الوجه في بيض البيض ومن بعد نضع الوجه في كوكاو ونضع ثقب وحفرة نحضرها بالكوكا والمربا كجيل ديدة ورائعة بعد كملتها ندخلها كذلك الفرن ثم تحمرها في الفرن سوف نضيفها بالمربا سوف نعمر هذه الحفر سوف نضيف ملعقة كبيرة السكر سوف نعمر هذه الحفر سوف نضيف مثل الحفر سوف نضيفها في الفرن سوف نضيف ورائعة نضيف رائعة نشكل كريات من العجين من بعد ندخلهم الفران خليهم حتى يتحمروا و ياخدوا لون ذهبي خفيف من الأسفل و من الأعلى نوجد لهم طبيعة الحال المربى كنا نغطسو فيها الحلوة باش تجينا دايبة في الفم و تجينا رطبا من بعد ما خديت كأس ديال المربى السائل طبعا ديال الحلويات اضفت عليه ربع كأس من ماء الزهر تخنتهم فوق النار حتى لدرجة الغليان من بعد خديت الحلوة ديالي و اغطستها و خليتها تشربت هادك المربى و وضعتها في جوز الهند و اللف الكوك بها الطريقة كيف تلاحظوا معي كتجي من أرواع ما يكون كتجي لديدة و كتدوب في الفم و الكل كي يعشقها الماداق ديال القشرة ديال البرتوقال مع الماء الزهر و المربى كي يجي فيها واحد الماداق رائع و كنتستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحلوة ديالي كاملة و هادو هما الاشكال النهائية ديال تشكيلة الحلويات اللي حضرت معاكم اليوم كنتمنى انه و مينالوا اعجابكم كيف كتلاحظوا معايا اشكال رائعة ماداقات مختلفة من عجين واحد و كذلك تخرج لنا مئة و اربعون حبة ديال الحلوة يعني ماداق ما كيشباش الاخر و الشكل ما كيشباش الاخر كأننا ما حضرناهم مش من عجينة واحدة حتى القوام ديالهم مختالف هادي الحلوة اللي فيها الفواكه المعسلة كتجي معلكة هنا اللي فيها الشوكولاتة و للكاكاو كتجي معقرمشة بالنسبة لريشبوند كيف كتلاحظوا معايا كتجي رطباء و كتدوب في الفم رائعة و بالنسبة للحلوة ديال الهلال الشكل ديالها كيجي خطير و الماداق ديالها بهدك الكوكاو و اللوز كيعتواها واحد الماداق غني و رائع و الديد و كذلك كتجي مرملة و في نفس الوقت مقرمشة كتجي رائعة بالنسبة كذلك الحلوة ديال الكوكاو و المربة كتجي بنينة و البنة ديالها غنية على التعريف كتجي رائعة و هديك التعليقه كتجي فيها مالكا و الديدة و شادة يعني قابطة ما كتدوب شو كنتمنى ان تشكيلة الحلويات اللي قدمت لكم اليوم تجيكم سهلة و بسيطة وتقدموها و لا تحضروها العيد الفترة و ما تنسوش كيف ما دائما تخليوا ليها لايك الى عجبكم الفيديو طبعا و تعليق للتشجيع و شكرا و السلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله موسيقى